اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الراي ضيفي في هذه الحلقة اليوم النأب الدكتور عبد الكريم الكندري بداية انحياك الله معنا الله يحييك يا مرحبا نورتنا اول سؤال استقالة حكومية جماعية او استقالة بعدها عودة الحمود او استقالة الحمود من غير رجعة او حل المجلس او تعطيل المجلس لمدة شهر وفق المادة 168 دستور كل هذه يصفها البعض بانها ازمة قائمة الآن وهناك من يقول ان انتم من افتعلتم هذه الازمة بالتصعيد بسم الله الرحمن الرحيم اولا هي ليست ازمة اداة الاستجواب هي اداة نيابية وحق من حقوق النأب وهي احد الركائز الاساسية للعمل البرناماني عمل البرناماني قام على التشريع والرقابة الازمة ان تكون الحكومة اليوم تعتقد بان اي استجواب يصيب وزرائها يجب ان يترتب عليه كتاب مثلا عدم التعاون او تصعيد انا اعتقد ان الحكومة في السنوات على الاقل الاربع الماضية تناست او نست اداة الاستجواب فامر طبيعي اليوم بعد ما عاد المجلس الى احضان الامة ان يكون عندنا حكومة متخوفة من نتائج الاستجواب لذلك احنا خلال الايام هذه من بعد جلسة الاستجواب حتى اليوم او حتى الليلة نجد التخبط من قبل الحكومة لا هي عارفة ش تسويه تبديش جلسة طلحة ثقة ولا مديش يستقيل الوزير ولا ما يستقيل نتضامن مع الوزير او لا نتضامن فالربكة اللي موجودة الحكومة اليوم يا امر طبيعي لانها ببساطة كانت متعودة على اجواء معينة وزالت من الاجواء وهذا السؤال اذا ما تروح ليش الى الان ما في رؤية واضحة لقرار الحكومة حيال هذه الازمة او بعد او ما تلا استجواب الوزير سلمان الحمود ببساطة لان حكومة جابر المبارك او حكومات جابر المبارك ولدت خلال فترات المجلس كله كان نوعا ما مجلس مهادم وفي جيب الحكومة ما تعودت على مثل هذه المواجهة الصريحة اليوم هذه اول مواجهة حقيقية بين البرلمان والحكومة خلال السنوات الاربع على القيلة لكن اكيد عندكم بعض المعلومات يعني عن ربما الاجراءات المحتملة الان من الحكومة بكل امانة ما عندي اي معلومات وانا مستغرب اساسا من حجم المعلومات اللي يتم تسريبه او على القل يتم اختباره في الشارع انا افسر هذا الامر احدى امري اولا اما ان الحكومة تحاول انها تلملم جراحها ما بعد الاستجواب باستخدام فزاعة الحل او الابطال او ان فعلا الحكومة تعرضت لصدمة كبيرة في الاستجواب خصوصا وان كان هناك ما قبل الاستجواب واضح ان كان هناك ارتياح حكومي كان في تسريبات من قبل الوزير المستجوب بان المستجوبين لا يملكون ابدا ارقام تؤهلهم الى طرح الثقة فبالتالي هي احد الامرين يعني تفاجأ بالارقام هو اللي حصل عليها المستجوبين لا هذه معلومات عندهم مهمة ولكن انا وفق القراءة هي احد امرين اما ان الحكومة تفاجأت بالارقام او الحكومة فصراحة لا تدعيش كيف تسوي لان هي ما كانت متعودة ابدا على مواجهات بهذه القوة وصريحة مع النوار لا كانت تتواجه الحكومة وكانت في حسبة هناك وكان في ربما يعني بعض الموائمة وكانت في حسبة مع بعض من معاي ومن ضدي وكانت الحكومة تدخل الاستجوابات وهي مرتاحة وضامنة يعني كانت تدخل الاستجوابات وهي مرتاحة في ظل مجلس كان في جيبها بكل صراحة الحكومة كانت متعودة في الاستجوابات السابقة السادة الفاضل على التوصيات على الاكتفاء بالتوصيات فبالتالي اليوم صدمة حكومية كبيرة العدد اللي حصلوا عليه المستجوبين بطرح الثقة وصل الى 31 اعتقد او 30 هذا العدد تعتقد ان النواب انفسهم اللي وقعوا كلهم او ايدوا طرح الثقة بالوزير لو ما كانت ردة الفعل هذه القوية كان حصلنا على هذا العدد الكبير ولا اهي كان الجو العام يحتم على الكل انه ايئيته لا انا اليوم الصبح كان عندي مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع وقلتها صراحة الحكومة عولت على ارقام انتخابات رئاسة المجلس وانا كنت من ذاك اليوم اقول بان الارقام انتخابات رئاسة المجلس يجب ان نراها بايجابية ان حين حصلنا على 17 صوت في مجموع اصوات النائب فاضل شعب موزري والنائب فاضل عبدالله الرومي في ناس قالت انه كنتم يفترض ان يتيبون ارقام اكثر على الاقل 26 مثل العدد اللي انتوا اجتمعتوا فيه قالت كلمتي لا زالت دائما ودائما نكررها اني انا يب 17 صوت بالتصويت السري فهذا يعني ان انا عندي دبل بالتصويت العليم بس هذا بس زعلكم يعني انت زعلت خاصة انت كانت مداخلتك يعني في جلسة الافتتاح يعني صعدت شوي ونرفست شوي وهذا يمكن اعطى انطباعا الدكتور عبدالكريم الكندريم من اول جلسة كان ينوي التصعيد لا هو ما في ابدا هي مسألة زعل يمكن المقربين حولي في المجلس كنت انا اعطيتهم الارقام بالضبط يعني كان جنبي دكتور وليد طبطبائي واذكر قلت له بالضبط ان الحسبة كاملة راح تكون فارق صوت صوتين بس يعني كان امر متوقع في ظل ان عدم التوافق حصل ما بين المرشحين اما فيما يتعلق في مداخلتي يمكن في الجلسة الافتتاحية انا دائما صريح وواضح لنكون على حق وانا مقتنع بان انا على حق لن اسمح ابدا لاحد ان يسكر الميكروفون عليه خصوصا بانا كانت مداخلتي لا لا مكاس وقته كان في نقطة لا بد ان اتثار في ذاك الوقت عندما رفع عيدة وطلب نقطة نظام الناب الفاضل مبارك الحجرف قال ليش ما يكون التصويت لانتخابات الرئاسة علني رد عليه وزير العدل وقال لهذا يحتاج الى تعديل دستوري وكنت بتترد من وجهة نظر قانونية ودستورية اي لا وهذا المقطة مهمة الوزير شنو قال قال خل النواب يقدمون تعديلاتهم الدستورية ونحن نقدم تعديلاتنا الدستورية فهذا كان يستوجب ان يانا اقطع الحديث وهذا اللي خلاك طيب نرجع للموضوع نفسه ألم يكن من الحكمة النيابية وهذا سؤال مطروح أن ينتظر النواب على الاقل يعني بسيل الاستجوابات هذا للفصل التشريعي يعني الثاني أو دور الإعقادة الثاني بدل ما يكون هناك استجوابات بالفصل الحالي يكون هناك انجاز انجاز قوانين على الأقل يا أخي الفاضل الاستجوابات ليس هلا وقت محدد العمل البرلماني هو عمل تشريعي ورقابي إذا التمس النائب بأن هناك حاجة إلى الاستجواب فليقدم على استجوابه لكن الاستجوابات تعطل مشروع المجلس والتشريعات أنت شايف الوضع الحين شوف أول شيء فزاعت أن الاستجوابات تعطل العمل في نهاية ممكن أنك تطلب جلسات وتمديد جلسات فبالتالي ممكن أنك تتلحق الجلسات هذا واحد الثاني جزء أصيل من عمل النيابي هو العمل الرقابي المتعلق في الاستجواب مشكلة الحكومة إذا هي لازالت الحين بعد أربع وخمسين سنة من العمل البرلماني والممارسة البرلمانية الدستورية ترى بأن الاستجواب عمل معطل هي عندها مشكلة في نفسها هذه الحكومة قبل الاستجواب طرحت رؤية الكويت 2035 كويت جديدة حكومة لا تستطيع أن تقف أمام استجوابها محاسبة شو تبينا اليوم نثق فيها بأنها تمضي قدما في بلد في خطة لـ 2035 هذا اللي أقصده هناك تعطيل يعني الآن الحكومة موقفها غير واضح ما ندري إذا كان في حل لمجلس الأمة في استقالة جماعية للحكومة في تدوير في الخيارات مفتوحة لا لا استاذ هي تدور في فلك نفسها هي من تختلق الأزمة عندنا وزير قبل جلسة طرح الثقة أعلن النواب ووصلنا إلى 31 بأننا سوف نطرح ثقة في هذا الوزير نحن أمام خيار واحد فقط أما يستقيل الوزير أو يدخل إلى الجلسة ويقال غيره هذا عمل جديد على الحكومة سواء فكرة التضامن أو فكرة والله أن الحكومة تستقيل بالكامل من أجل حماية الوزير هي من تحاول أن تجد السبل والطرق لأنها ببساطة هي ما عندها رؤية ما عندها أمر واضح كان من المهم استجواب الوزير سلمان الحمود على موضوع الرياضة والتجاوزات الإدارية أهم من موضوع الجناسي والإسكان والوثيقة الاقتصادية وغيرها من المواضيع المهمة لا الكلام بيأطر العام ما نقدر نقولها بهذه الطريقة لكن فيه أولويات الأولويات موجودة اليوم بالإجابة من المجلس معلش سيدنا اليوم أنا أعلم تماما حرص المواطنين على الأولويات وإحنا شاء الله معاهم في هذا الموضوع لكن هذه الأولويات لازالت اليوم في اللجان هذا عمل قانوني وتشريعي يأخذ وقته ودورته البرلمانية بين دخوله باللجنة التشريعية اللي احنا اليوم انتهينا وإقررنا أغلب هذه القوانين وراحت الحين إلى اللجان المتخصصة حتى تدرسها وتدرجها في الجدوى في جدوى الأعمال في الجلسات القادمة لذلك فعليا عمليا احنا ما عطلنا شيء لحد الحين هذه الاختراحات بقوانين أصلا ما وصلت على الجداو الأعمال اللي جان فإحنا ما ضيعنا وقت فيها أما فيما يتعلق فهل هو أمر مستحق؟ نعم هو أمر مستحق وأنا قلتها قبل الاستجواب وأعلنتها صراحة بأن وزير الإعلام وزير شباب الرياضة يستحق طرح الثقة مرة عن الرياضة وعشرة عن الإعلام لماذا؟ عشرة عن الإعلام لأنه من 2003 وأنا شخص كنت راصد عمل الوزير في تجاوزات الإدارية والمالية قدمت شيء؟ نعم وجهت عدة أسئلة برلمانية نعم وعندي إجابات بالضبط بتاريخ 7-4-2014 و28-4-2014 أسئلة برلمانية وجهت للوزير حول مخالفاتها الإدارية والمالية حول الكادر الجديد الذي تم إعداده داخل وزارة المالية والتي تسبب في مشاكل اليومنا هذا وكان عندنا تجاوزات كثيرة ولكن شاءت الأقدار أني أنا استقلت من المجلس لكن أنا من الناس الذي يحتفظ بأوراقه ويحتفظ بإجاباته وأسئلتها برلمانية رجعنا إلى المجلس وسبحان الله يعني كنت خاشهم للوزير لا مخاشهم في نهاية أنا أحتفظ في أوراق يعني هذه في نهاية تيكمينت لازم تتحتفظ فيها الوزير هو نفس الوزير ومخالفاته هي بل استفحل أكثر في مخالفات الإدارية والمالية لذلك أنا يعني لحسن حظ الوزير أنه ما وافق المجلس على اعتماد ثلاثة مؤيدين وثلاثة معارضين في الاستجواب ولآن كنت جاهز أنا اسمي كان مدروج من قائمة المتحدثين رقم أربعة وكنت رح أتكلم بالأرقام والمشاكل وكثير من القضايا اللي للأسف المستجوبين خلال وقتهم القصير ما قدروا يشرحونها بشكل كامل طيب لذلك هو كان يستحق بالنسبة لي في وزارة الإعلام عشر مرات طرح الثقة ومره بالرياضة طيب ليش بالرياضة مرة مصادر الحكومية خلني أجاوبك على الرياضة ليش مرة لأن أنا قلت العشرة خلني أقول للمرة هذي ليش تقريبا من أطاحها بوزير الإعلام هو محاول الإعلام الرياضة لا نختلف بأن هناك فريقين رؤيتين قناعتين أي أن كان خلافين خلافين أنا متيقن وكيت رح أقول هذه الكلمة بأن وزير الإعلام ووزير الشباب والرياضة كشخصة لا يتحمل مسؤولية الإيقاف بل هو أصغر من قضية الإيقاف وأنا قلتها في جلسة الرد على الخطاب الأميري موضوع الرياضة يتعدى موضوع الرياضة والسياسة إلى الحكم لذلك في ناس قالتين ليش تطرح في الثقة لأن ببساطة هو يعلم بأنه لا يستطيع أن يدير هذا الملف ومع ذلك قبل هذه الوزارة وهو باستجوابه كان يقول لنا ما بيدي شيء طيب هذا السؤال يعني جرنا للسؤال اللي يقول المصادر الحكومية قالت أو لمحت بشكل أو بآخر بأن مجريات الجلسة سارت عكس ما رسم لها يعني أن الحكومة تفاجأت ببعض الأسماء اللي وقفت معاها أو ضدها وهي كانت تعتقد أنها بتوقف بصفها أنت يعني كنائب في المجلس يعني كان عندك الثقة بأن يحصل الاستجواب كل هذا التأييد بصراحة بكل صراحة بداية بعد ما بدأ الاستجواب كانت مرافعة رائعة جدا من الأخوة المستجوبين الأخ عبد وهاب البابطين أبدع وكذلك الأخ أحمد سبيعي والدكتور وليد طبطبائي الوزير في ردودة ما كان مقنع استخدم أكثر شيء الميديا حتى أنه يضيع الموضوع اللي هو عن ديار طبعا يكوني أنا داخل المجلس ومتغلغي كان في كثير من الناس من الموجودين ما حسم موقفه تماما من الاستجواب فكان ينتظر الاستماع لوجهة نظر المستجوبين وردود المستجوب أنا أعتقد من أطاح في الوزير ردوده ردوده أولا اللي هي تسمت بأنه أصلا ما رد على شيء حاول أنه يهاجم النواب المستجوبين ويحاول يشخصن الاستجواب المقصود فيه رأسه بالإضافة إلى طريقة إدارته لملفاته ومحاولة القفز على المحاور اللي الأخوة المستجوبين تكلموا عنها وببساطة أنت لو تقعد وتشوف الرجل ما جاوب على شيء استخدم ميديا استخدم أفلام استخدم فيديوهات استخدم طرق مساعدة أي أن كان لكن هو جاوب ما جاوب ولذلك كنت قاعدة ألاحظ بالجلسة بتبدل قناعات وناس بدأت تحسم يمكن في البداية أنا أقول لك كنت أنا أقول إحنا نوصل عشرة من غير الثلاثة المستجوبين على الساعة سبع ثمان لا خلص تضحت الرئيب تضحت الرئيب طيب لن تدخل الحكومة جلسة طرحة ثقة بالوزير إلا إذا تأكدت من أوراقها جيدا يعني وضمت من أنها لديها العدد الكافي لإنقاذ الوزير في سيناريو ربما يطرح في هذا الاتجاه نبي نسألك عنه لكن بعد فاصل فاصل مشاهدين ونعود حياكم الله مجدد المشاهدين في لقاء الرأي وضيفنا في الأستوديو أنا أبو الدكتور عبدالكريم الكندري حياك الله الله يحييك ما رح تدخل الجلسة الحكومة القادمة بطرح الثقة بالوزير إلا إذا ضمنت العدد الكافي لإنقاذ وزيرها وهذا ما رح يحصل إلا أن إذا البعض قير قناعاته أو غير ما هو أعلن عنه إذا هذا الشي حصل ما رح تسوي؟ مسألة دخول الحكومة من عدد الحكومة هي تقرر نحن عندنا جلسة بثمانية اثنين ناطرينهم معلنين بطرح الثقة وأنا شخصيا وقعت على كتاب طرح الثقة أما فيما يتعلق في تبدل المواقف ما يتحمل تبعيته النواب نفسهم أو المسئولية هي مسئولية شعبية وأمامنا خبينهم لماذا تتوقع تخير الحسبة لماذا ما هي الأسباب ما يمكن أن يحصل فوق الطاولة تحت الطاولة هذا ما ترك لي وقته ما تتوقع أنه ممكن أن يحصل طبعا أنا كتوقع شخصي لا يوجد مفاجآت ما في أي مفاجآت وإن حصل رح يتحمل تبعيته كل نائب أعلن ومن ثم أخلف في إعلانه لكن النقطة المهمة اللي هي ما بعد هذا الأمر تعتبر الممارسة دستورية انتهت في النهاية احنا هي ملعبة احنا كنت تكلم عن ممارسة برلمانية تبدأ باستجواب ومن ثم تنتهي إما كانت بتوصيات أو بالاكتفاء بالنقاش أو بطرح الثقة وصلنا إلى جلسة الثقة إذا مر الوزير انتهى الموضوع حاز على ثقة البرلمان وإذا سقط الوزير ينتهي ويعتزي ليش النفس هذا اللي قاعد نحسه يعني من الحكومة الصمت هذا يفسر الشارع الآن بأن تستجوبني باستقيل أو بلجأ إلى خيار ثاني شو المشكلة إذا مثلا استجوب وزير أو وزير ثاني وكل يوم أحد صعد المنصة شو المشكلة أنه مارس حياتنا الديمقراطية تحت غضة البرلمان وكل يوم يصعد وزير وينزل ليش هذا الزعل حتى الصمت هذا فسر البعض بأن الحكومة زعلانين يعني منح المجلس أنتم متعاونين معنا هو بالضبط أنت تتكلم عن مجموعة وزراء ونواب أقسموا على احترام الدستور ولكن من قبل الحكومة لا لا تستخدم النصوص الدستورية الموجودة عموما حكومات المتعاقبة في دولة الكويت كلها تخشى المحاسبة طول ما أنه عندك حكومة مو ماشية في نهج واضح تحارب الفساد وتحيل المتسببين للنيابة وطول ما أننا ما نشوف أحد مسجون بالكويت متهم بقضية فساد فبكل تأكيد كل وزير راح يعتبر أن الاستجواب كأنه مسألة شخصية وكأن الناس تنتقل منه على الرغم بأننا لسنا في دولة فاضلة وجميع الوزارات وين تحطي يدك بتخمط فساد فبالتالي هو أمر أصبح متوقع أن أنت لما تتقبل بالليلة ما يدقون عليك وفقا لنظام المحاصصة والكويتة الوزارية ما يدقون عليك بالليلة أنت أصلا أنت ما تدري أنت ممكن تكون وزير أو لا راح يدقون عليك بالليلة يقول لك تعال باتشار قسم اللي عليك أنك تروح وتستانس أنت وزير تناسب أنك تكون في هرم المسائلة ورح يكون تحتك مشاكل ورح يكون عندك استفحال فما تينا بعد الجلسة تقول والله أنا ما أدري أنه كان تحت الوزارة هذه مشاكل أو الحجة اللي صالها أربع وخمس سنة وراضية تسقط والله الوزارة مو بيدي ويبيد وكلائي الوكلاء هم اللي قاعدين يلعبون بالوزارة وأنا لا أملك كانت كان الوزراء حريصين على محاربة الفساد فبس ألا تأتي من البداية قبل القبول في ملف الوزارة أنا بي بالوزارة فأنا عندي خطة عندي أمر واضح أما أنك تفي على طمام المرحوم وتقول لا والله مو غلطي غلط الوزير السابق أما أنك تحسن الأغلاط أو أنك تلا تقبل الوزارة هذه أساسا لأن المسألة قائمة قائمة يمكن المجال استمرض وحكرة كيد رحيك مجلس حي تحتبند أبعد عن الشر وغني لا مو بعد عن الشر تأكد أنك أنت مقبل على خطوة ما تحتاج أنك أنت تحط القطرة وتنسفها بس طيب وتمشى بأنك أنت ولا طاوس لا لا أنت وزير أنت اليوم عندك ملفات متضخمة في كل الوزارات ترى على فكرة احنا عندنا عزوف على المنصب الوزاري هذا كلام احنا كلنا نعرفه نعم في عندنا عزوف عن المنصب الوزاري بس ليش في ناس يقولك لا لأنه يمكن النواب ما رح يخلونا بحالة مو لأن النواب ما يخلونا بحالة لأن حجم الملفات المتضخمة والفساد المنتشر في الوزارات كبير أي وزير أول شيء يفكر عنه يقولك أنا أبعد عن هذا الموضوع طيب في إعلان الحلقة وردا على سؤالنا من هو المستجوب التالي بعد الحمود قلت الجميع بالاستثناء بمن فيهم رئيس الحكومة هذا إعلان رسمي منك لا هذا هو الواقع الجميع في مرموة للسجواب والمسائلة حتى رئيس الحكومة ما في أحد فوق المسائلة طول ما أني أنا أنا أتكلم عن مواد الدستور وفي ضمن أطر الدستورية اللي أنا أتعامل فيها أنا أقسمت على احترام هذا الدستور ونصوصه كاملة ما رح أمشي إلى التشريع وأهجر الرقابة بل أن أكثر ما تعب المجالس وتعب الكويت غياب الرقابة أرد وأقول الكويت فيها كثير قوانين عندنا مشكلة في عدم تفعيل القوانين فبالتالي المحاسبة والمسائلة والاستجواب قد يطال رئيس الحكومة والوزراء ما في أحد خط أحمر متى؟ يعني مثلا إذا رجع الحمود في تشكيلة حكومية جديدة لكل حادثة حديث رح ترحون على طول الرئيس لكل حادثة حديث لا هذا صرح فيه أكثر من نائب أو لمح له يعني وأنت شخصيا قلت بعد بمن فيهم رئيس الحكومة شوف هي مسألة مسألة مواءمات اليوم نحن عندنا استحقاقات كثيرة عندنا ملفات كثيرة الجلسات القادمة ستكون جلسات مشحونة لأنه يفترض أن الآن أعمال اللجان تبدي تصل إلى قاعة عبدالله السالم لذلك مثلا في الجلسة القادمة يفترض أن نحن رح نناقش قانون سن الحدث ومن ثم سنأتي إلى قانون إلغاء المسيء من ثم إلغاء تعرفة الكهرباء وثم تثبيت أسعار الوقود وغير من هذه الأمور لذلك نحن أمام استحقاقات كبيرة في الفترة القادمة ولكن هذا لا يعني أبدا بأن أداة الرقابة أداة معطلة أداة الرقابة موجودة الرصد موجود لرئيس الوزراء ووزراءه في رصد في رصد طبعا تحت غضايا معينة طبعا وإحنا قاعد نوجه الأنظار إحنا السئلة البرلمانية اللي إحنا قاعد نطرحها اليوم أغلبها إحنا نعرف الإجابات ولكن نهدف منها بأن إحنا ننبه رئيس الوزراء ووزراء للمخالفات وتوجهون لنظار الشارع أيضا بأن القادم المستجوب هو رئيس الحكومة رئيس الحكومة ووزراءه ما في أحد طيب بعيد عن سيام الاستجوب في قضايا معينة ممكن أن يستجوب عليها رئيس الحكومة أو ترون أن هو المتسبب فيها أنا وزميلي رياض العتساني أصدرنا بيان وكننا في بكل صراحة بأننا سوف نتابع القضايا التي كانت موجودة في استجوابنا الذي شطبه المجلس السابق لأن في كثير منها لا زال متعثرا ولم يجد له حلول وكان كلامنا واضح وصريح القضايا الموجودة في الاستجواب ما ماتت قضايا الفساد لا تموت والمخالفات إذا كانت مستمرة من واجبنا كنواب أن نتصدى لها يعني في تركة قديمة مع رئيس الحكومة والله يا مو مع رئيس الحكومة مع رئيس أي حكومة موجود لا يصلح الأمور المتعلقة فيها يعني التركة الثقيلة نعم التركة الثقيلة في نهاية رئيس الحكومة هو نفس رئيس الحكومة نحن نبذب في استجواب رئيس الحكومة ولا ما فيه ومتى يقدم لأن رياض العتساني كان واضح يلمح بشكل صريح بأنه في استجواب قادم لرئيس الحكومة من شي تقول؟ دائما هناك استجواب لا بد أن يكون موجود ولكن التوقيت والأسباب خاضع للموائمات السياسية واللي يقول أبو محمد تم؟ ألي أبو محمد اللي يقول أبو محمد أقوله أنا أنتو هي لا يعني في النهاية نحن بينا نسجام ولله الحمد نعمل على القضايا بشكل يعني مشترك هو يتصدى لبعض المواضيع أنا أتصدى لبعض المواضيع وكلمة الثقة في حق هذا الرجل كل احترامنا المستعلي بالخير لكن هذا يعني فعلا الآن إذا خرجنا بتصريح من الدكتور عبد الكريم لا 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 تتخذ من التصريح هناك ملفات أنا عندي ملفات جاهزة تعدت لإستجواب رئيس الحكومة لا لا استجواب رئيس الحكومة دائما موجود في حالة عدم التفاتة للقضايا الرئيسية اللي موجودة اللي نحن قاعد نبهع عليه دائما في قضايا رئيسية وإحنا قلنا لن نتنازل أبدا عن محاور الاستجواب المشتوب شط باستجوابنا في المجلس السابق لا يعني أبدا موت المحاور وإحنا نهتف من الاستجواب إلى تصحيح أوضاع قائمة إذا لم يتم تصحيح الأوضاع القائمة التي قام عليها الاستجواب السابق يعني أن شذي ناب رياض عدساني رجع وأثار قضية الإدعاعات المليونية من جديد هذه واحدة من القضايا القديمة الإدعاعات المليونية واحدة من القضايا القديمة ولكنها هي قضايا متجددة هذه قضايا لا تموت المال العام لا يموت الفساد لا يموت فالتالي هي نوع من أنواع القضايا المتجددة هو أثار اليوم أيضا نقطة مهمة الخاصة في التأمينات وهي كانت أحد محاور استجوابنا لرئيس الوزراء والتأمينات الاجتماعية نعم التالي إحنا لابد أن نلاحق هذه المحاور ونتأكد من أن الحكومة تصدت لها إذا ما تصدت لها يكون صاحب مين لدوار عدل أنتم يعني بينكم فيها الملفات وفيها القضايا والله شوف يعني لله الحمد اليوم مو فقط يعني المسألة أنها ما هي فقط أنا على قلاتهم أرفع برياضة العدسانية أنا رفيجي هو قام في دوره وعنده ملفات ودخول نواب جدد وعودة المعارضة أيضا ريحنا في المجلس السابق كنا أنا وياه كأننا حاطين كل الملفات جدامنا وش نشيل وش نخلي وش نحاسب وش نمدي اليوم الحمد لله في تنسيق في متابعة ما تحسون أنكم بروحكم يعني أبدا وهذا الشيء الحلو أنه لو تلاحظ أن أغلب النواب بدأوا يأخذون قضايا وملفات يتابعونها بشكل جيد فهذا يريحك ليش؟ لأنه هو يقدم السؤال أنت تقدر تروح تأخذ منه السؤال والإجابة بدل ما أن تتوجه السؤال وتنتظر الإجابة أقصد هذا اليوم وجود هذا العدد الموجود في البرلمان المريح قاعد يعطيك فرصة بأنك أنت تتابع القضايا من أكثر من نائب طيب نغير الموضوع شوي جلستك جلسة تعديل أوضاع الوافدين جلسة التركيبة السكانية اللي جمعت لها تواقع لانعقادها لكن ما حصلت لها نصاب نبي نسألك عن هذا الموضوع لكن بعد الفاصل فاصل مشاهدين ونعود حالكم الله من جديد مشاهدينا دعيت لي جلسة خاصة بالتركيبة السكانية وجمعت لها التواقع لكن ما حصلت لها نصاب ليش؟ ما حصلت له نصاب طبعا النصاب هو أمر متروك للنواب في حضور مثل هذه الجلسة وأنا صرحت فيها أمانة من اعتذر وعنده عذر مقبول أكيد أن هذا شيء مقبول وما نقدر نقول شيء أما من لم يحضر فهو أيضا أمر متروك لناخبينه هم اللي يقيمون أداءه أنا لست في دور أني أنا أقيم أداء أنا دوري بأني أطرح القضايا الرئيسية اللي أنا أحس بأنها هي تمثل هاجس عند المواطنين بعض من تخلف عن حضور الجلسة كان يشاركك نفس الرأي وكان يتكلم عن الموضوع والتركيبة السكانية والوافدين وغيرها لكن أيضا لم يحضر ليش ما كان فيه التفاف حول هذه القضية يعني أنا لسه في طور أني أنا ألتمس لأعذار لأحد يعني فيه ناس اعتذروا وكان عندهم ظروف ترى على فكرة يعني العدد اللي كان ناقص الجلسة ترى نائبين مو أكثر يعني كان نائبين مو أكثر في نهاية ما عقدت الآن سوف تعقد في القادم يعني تنوي طرح الموضوع من جديد هذا الموضوع بالنسبة لي ملف لن أتنازل عنه كي لا يستوطن الوافدين الوطن لهذا السبب كان تحرك مع عدد من النواب أي استيطان تتحدث عنه أو ماذا تقصد فيه طبعا هناك من أخذ تصريحاتنا بجانب وصنفها كأنها هو خطاب الكراهية والحنصرية ونحن في البداية قلنا كلمة ونستمر دائما نقولها وهذا كلام نعترف فيه ترى احنا اللي درسنا وافدين اللي علجنا في المستشفيات وافدين وما زالوا واللي موجودين في بناء واللي أسس هذا البلد في تاريخنا ضدها ودائما مستمرين في بناءه أخوانا الوافدين احنا لا نتكلم عن تهجير ولا نتكلم عن طرد احنا نتكلم عن قوانين تنظم حال نحال أي دولة في العالم احنا عندنا انفلات في المنظومة القانونية لضبط أعداد الوافدين في الكويت أدت إلى خلق أزمات كبيرة كلامنا واضح احنا قاعد نتكلم عن الوافدين اللي موجودين وعندهم شهادات في وظائف الكويتين الآن عندهم نفس هذه الشهادات ونفس هذه الوظائف وحلون وحلون يا أحمد ما يصير أني أنا في جامعة الكويت لازلت أتعاقد مع ديكاترا أجانب وأنا عندي كويتيين من حملة الشهادات العليا من أفضل الجامعات وينتظرون عن بيبان الجامعة وينتراجون تكفى وظفونها وكفاءات أيضا وحققوا إنجازات الشباب الكويتي الآن ينظر له في كل دول الخليج وننطق على أنه شاب متميز خاصة في مجال العلم ما يصير أني يني ولي أمر أو ولي أمر لي مقر الانتخابي عشان يتكلمون عن بنتهم اللي أنا درستها وتخرجت من ثلاث سنوات وليليا وهي ممت وظفة وكل واحدة فيهم ماسكتلي ورقة متسربة عن طريق السوشيال ميديا لعقود خرافية في مكاتب الوزراء لناس ما يقلون بالعكس حتى أنك كانت شهاداتهم مقبول لكن إذا تكلمنا عن الموضوع بشكل شامل الوافدين يقصد فيهم كل العمالة والعمالة هذه تدري أنت الكويت أكثر المهن قائمة على مثل هذه العمالة اللي الكويتي إلى الآن لا يستطيع أو لا يرغب بعمل مثل هذه الأعمال وأنت تدري وأنا أدري دكتور إذا هذه العمالة قننت في الكويت حسب ما أنت تبي أو تدعو له من يحل مكانهم على الأقل إحنا قلنا إحنا ما نتكلم عن تهجير لذلك العمالة اللي بالكويت موجودة وما لها نظراء كويتين هذا باب الرزق وموجود وحياهم الله وعيننا 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 وعين راس إحنا قلنا نتكلم أول شيء عن سياسة الإحلال في الوافداء في الفئة كويتين يفترض خلاص العير في الفئة كويتين يعني أنت كنت تتكلم بس عن الفئة لا لا أنا قاعد أتكلم بأكثر من النقطة هذه نقطة الأولى النقطة الثانية أنا اليوم عندي فئات في الكويت وفقا لتصنيفات الحكومة عندي عمالة سائبة موجودة هذه العمالة السائبة الموجودة ميش كاعد تسوي قاعد تستنزف موارد المياه الكهرباء والبنى التحتية وغير ذلك إحنا البلد الوحيد تقريبا في العالم اللي الوافد يدفع فلوس لتاجر البشر حتى نيهي الكويت عشان يدور على شغل طيب هذا شيء موجود بدول العالم وهذا أيضا الملف أساء اللي سمعت الكويت دوليا بالتجار البشر طبعا إحنا مشكلتنا خلال العوام الماضية كنا نحاول أن نناقش قضية التركيبة السكانية فقط في موضوع تجار الإقامات نعم تجار الإقامات هم تسبب في عندنا العمالة السائبة المناقصات وجلب الوافدين ومن ثم التخلي عنهم هذا أمر موجود لكن أنا اليوم عندي أيضا عندي مشكلة في وزارة الداخلية عدم متابعة وعدم التدقيق على الوافدين أنا أعطيك مثال أنا كنت طالب أدرس في فرنسا وكان عندي راتب يني من جامعة الكويت ويعتبر راتب عالي بالنسبة للأجانب في فرنسا نعم طالب ولكني أجنبي في فرنسا ولكن مع ذلك سنويا كنت أحضر إلى مبنى الإقامة أعطيهم أوراق تؤكد مدى صحة إقامتي وتلقيه رواتب ومترحة فلسا في متابعة في أبديت في متابعة أحنا بالكويت ما في متابعة اليدش ما يطلع لذلك أنا لما قلت السيطان نعم حتى لا يحدث السيطان إحنا عندنا الموجود يفترض أن هذه الوظائف وظائف مؤقتة بس اللي قاعد يحصل أنها قاعد تصير وظائف دائمة في البلد لأن الوافد يدخل لكويت يمكن ما عنده وظيفة يدور على وظيفة تنتهي وظيفته يقعد عشان يدور على وظيفة ثانية زي ليش رحنا للتركيبة السكانية وهي مشكلة كبيرة وحلها يمكن يكون أصعب من أي مشكلة ثانية رغم أنها فرع أساسي من مشكلة تحتها اللي هي مشكلة تجار لقامات والعبث والفساد لأنه في سنوات اللي ماما التركيبة إذا اختلت كان سببها الفساد القائم والحاصل من تجار لقامات والعمالة هذه اللي تجلب بأموال للكويت اللي هي أثرت على التركيبة وخربت على وسمعة الوافد للطبيب والمدرس والأخوان اللي معانا في الكنترول والمخرج والمصور الوافد اللي قاعد يشتغلون معانا وفايدين البلد ما في أي كلام وهذه هي السبب أو هو السبب اللي أنا خلاني أدعو إلى الجلسة خاصة من أجل تقديم حزمة من القوانين إحنا دائما لما نتكلم على هذا الملف نتكلم فقط على تجار الإقامات المسألة ليست فقط تجار إقامات لكنها مشكلة نعم هي أحد المشاكل هذه قضية ملف كامل لازم أننا يعالج بعدد بحزمة قوانين وتنفذ بشكل جيد أنا اليوم عندي ما بدون عليهم تجار الإقامات والله شوف إذا الحكومة تبي تشتغل تقدر عليهم أنا عندي تجار الإقامات أنا اليوم عندي في الكويت أزمة مرورية بسبب تزايد عدد الناس اللي موجودين بدون وجود بدائل هذا نوع من أنواع معالجة تركيبة السكانية هذا الكلام يطرح على شكل عام أنا ليش اليوم قاعد أقول جلسة ليش ما أكتفي بتقديم اقتراح لا بد أني أنا أسلط الضوء على القضية اللي إحنا نجد لمناقشتها بجميع لمناقشتها حتى النواب يكونون معانا في الأجواء أنا بالنسبة علي ممكن أني أقدم ثلاث اقتراحات وانتهي الموضوع وأقول أنا قدمت الاقتراحات لكنه فعلا أزمة ترى أنت قاعد تكلم هذه حصاءات رسمية من الدولة عدد سكان الكويت 4 ملايين و444 ألف الوافدين 3 ملايين و100 ألف ولكويتيين مليون و300 ألف إحنا ما قاعد نتكلم عن التهجير إحنا قاعد نتكلم أن هناك عدد وفقا لإحصائيات الدولة من عمالة سائبة غير موجودة وعمالة هامشية ليش بخليها يعني تطالب بترحيلهم لا أنت تتقنن وجودهم إذا هو كان موجود حتى أنه يبحث على العمل غير موجود هذا أيضا عنده مشكلة في البلد لأن هذا أمنيا خطر وأنا واحد زرت السجون قبل أسبوعين وشفت التكدس من الوافدين الموجودين إذا كان الوافد موجود هنا بالكويت وما عنده وظيفة أنت قاعد تدفعها الدفع إلى أن ينتهج أو أن يمتهن وظائف قد تكون وظائف غير قانونية وغيرها من الأمور الثانية حالة السكن اللي إحنا قاعد نعيشها في كل مكان نسميه السكن العزاب مناطق يا رجل كاملة في وسط العاصمة ما تقدر تدشها اليوم طيب بس ألك سؤال دكتور مباشر وصريح هل كان من ضمن اختراحك في الجلسة بأن يحل مكان هذه العمالة أو بعضها يعني من أخواننا البدون اللي عندهم شهادات واللي وأبناء العسكريين مثلا اللي خدموا في الكويت وكان لهم دور فاعل في الكويت وانتماءهم وولاءهم للبلد وما عندهم بلد ثاني غير هالبلد هل كان هذا من ضمن اختراحك في مشروع الجلسة الخاصة شخصيا أنا لا أسميهم بدونهم كويتين فبالتالي هما يفترضوا بأنهم يحلون محل الوافدين وهذا كلام أيضا موجود داخل عندنا في بعض الوظائف على سبيل المثال اللي يتذرع فيها الوزراء ويقولك أن الكويتين ما يتوظفون فيها نزل فيها علام نزل فيها علام في أحد بحاجتها أكيد في أكيد وكثير بحاجتها صح وإحنا مفروض مننا اليوم أن نساعدها العالم هذه بدل ما أنها هي تشذي قاعدة تترجى الوزراء نزلون رواتبهم اللي كل ثلاثة شهر تتعطل أو أنهم يطلعوا بكتاب واحد تفنيشهم ليش أنا شخصيا مقتنع أن هذه القضية مستحقة وأنا لا أسأل أو يوظفون أيضا ومن غير حقوق حتى إجازات يعني أنا دائما لا أحب أستخدم مصطلح بدون أنا أحب أستخدم الكويتين بالأجنسية أو الكويتين من غير أوراق لأن أنا مؤمن بأن هذه القضية فيها نوع من أنواع التعسف ومسألة مسألة أنه والله مجرد محاولة الإغلاق عليهم الأبواب هم موجودين اليوم بالكويت وهم كويتيين نعم لا يختلفون عني وعن أي شخص آخر شيء مولود بالكويت دارس بالكويت ويتكلم الكويتي ما هي هالثلاث شغلات اللي إحنا تجمعنا كنا كويتيين لذلك هو أكيد أحق من غيره في هذه الوظائف يعني هذا الاختراح كان من ضمن اختراحاتك ومشروعك في جلسة ما يتعلق بتركيبة السكانية كنت أكيد يعني كانت واحدة من الأمور اللي هي أن الزام الحكومة بالإعلان عن كل الوظائف اللي فيها الوافدين إذا لم يتقدم فيها الكويتي خليتقدم فيها الأولوية لإخواننا البدون ممتاز ومن ثم في حالة عدم وجود هذول الاثنين يعني أنت مسموح روح يبلي وافد بس موعدون تعيين الوافد وأن الموضوع مو نفس ما فهم بأن ترحيلهم وخلاص نفس ما البعض فسر يعني أعتقد أن توضيحك كان واضح لا لا إحنا في نهاية ندري بأننا إحنا في بلد مفتوح للجميع وحياها الله اللي بي ويشتغل وإحنا بلد عمر ما كان مسكت ولا لا ننسى أبدا فضل إخواننا في بداية الدولة ولكن حقنا أن ننظم بلدنا حقنا بأننا إحنا نكون واضحين ونعرف الأعداد اللي موجودة ليش موجودة ولا متى موجودة ومتى عيالنا اللي وعدوننا بالسنوات اللي فاتت بأننا إحنا يبنى الوافدين علشان يدربون ويعلمون عيالنا بعدين يروحون وعيالنا يتوظفون عيالنا قعدوا بالبيت وهم هذول إحنا موظفين نعم ولهم كل تقدير واحترام حقيقة من خدموا هذا البلد من علمونا من درسونا من شاركونا في بناء هذا البلد لدينا فاصل ونرجع فاصل مشاهدينا عدنا مشاهدينا بعد الفاصل واستكمالا لحديثنا مع النائب الدكتور عبد الكريم الكندري دكتور استقلت من مجلس 2013 وقلت بأن استقالتك كانت بداية للطريق نحو التغيير الحقيقي ثم طالبت المقاطعين إلى المشاركة في الانتخابات الأخيرة لاسترداد بيت الأمة هل تعتقد أنكم استرديتم مجلس الأمة اليوم بعد فوزكم؟ بيت الأمة عاد إلى أحضان الأمة وأصبح اسمه مجلس الأمة والدليل حالة التوهان اللي عاش فيه الحكومة خلال أيام اللي فاتت بعد الاستجواب تستردون من من؟ من الحكومة من الحكومة؟ نعم من المجلس السابق؟ لا المجلس سلم نفسه للحكومة لذلك قاعة عبدالله السالم ردت إلى الشعب طيب أنت أستاذ قانون أصبحت نائبا في التحدث في أول جهسة برلمانية عن ضرورة تعديل الدستور ماذا تريد أن يتعدل في الدستور؟ طبعا نحن متفقين بأن اليوم النظام البرلماني اللي موجود بالكويت ما عاد يكفينه ضاجع علينا تجربة 54 عام أسماء النواب تتغير أسماء الوزراء تتغير والمعطيات هي وحدة حل أو تعليق ومؤخرا إبطال كل عمل البرلماني يطور نفسه وهذا الدستور دولة الكويت وضع لي كي يتطور الأفضل ومن أجل المزيد من الحريات ببساطة نقلناها أولا عندنا المادة 107 المادة 107 اللي هي صلاحيات صاحب السمو في حل مجلس الأمة لا يمكن أبدا للبرلمان أن يكون تحت رحمة هذا النص بهذه الطريقة اليوم حل مجلس أمة هو فيه هدر لإرادة الشارع لإرادة المواطنين نعم أغلب الأنظمة البرلمانية يكون فيها حل للبرلمانات حق دستوري ونص دستوري نص دستوري ما اعترضنا عليه أقسمنا على احترامه وطول ما هو وقائم نحترمه لكن هو المدعاة اليوم اللي خلانا نقول احنا لابد من مراجعة الدستور هذا فقط لا هذا حد الأمثلة هذه المادة لأنها المادة أساسية هذه المادة لا تستطيع هل تعتقد من السهل تغيير مثل هذه المادة أو غيرها لا طبعا حتى مساس التفكير في الدستور أولا طبعا نحن خلنكون صالحين أيضا البيئة الحالية غير صالحة للتعديل ولكن دعوة تعديل لابد أن لا تموت دعوة تعديل يجب أن لا تموت احنا شاركنا في الانتخابات ونعلم مدى التحديات اللي موجودة وندري بأن سلاح الحل قائم دائما لذلك اليوم دورنا بأن نصارح نفسنا ونصارح الناس ونقول لهم النظام اللي احنا مشاركين فيه واحنا قائلين هذا الكلام هذا الكلام ما قاعد نقوله داخل قاعد عبدالله السلام هذا قلنا أيضا في حملات الانتخابية نحن موجودين داخل قاعد عبدالله السلام اليوم لاسترداد كرامة الأمة للتصدي للحكومة ولكن النظام يحتاج إلى تعديل نظامنا البرلماني نظام قائم على الفردية سهل أنك انت تفتشته ولا يمكن أبدا أن تتبنى فيه برنامج عمل واضح تقدر تشتغل عليه تحاسب المجموعة إذا أخطأوا يعني كلامك واضح دكتور هي دعوة يجب أن لا تموت أول شيء يجب أن لا تموت ويجب أن يكون التعديل مو بس أنك أنت تقط اقتراحه وتقطه وتمشي وتقول والله أنا حاول في التعديل تعديل الدستور من أجل مصلحة عليا أكبر من أجل حريات أكثر يجب أن يكون عن طريق لجنة لذلك أنا ما قلت تعديل قلت مراجعة لأن اليوم نحتاج إلى المراجعة تمهيدا للدخول في التعديل طيب جميل كثير ما يحكى أو نسمع أن النائب الفلاني محسوب على التيار الفلاني أو محسوب على جهة معينة أو على متنفذ معين عبد الكريم الكندري بصراحة أنت تتبع من ومحسوب على من أنا المواطن عبد الكريم الكندري محسوب على المواطنين لخدمة المواطنين وإذا انتهى عملي البرلماني أرجع إلى صفوف المواطنين ببساطة عبد الكريم الكندري صنف وأكيد سمع أنه محسوب على بعض الأطراف كيف يرد على مثل هذه الأقاويل؟ في نهاية التصنيف كل من يصنفك فيه ناس قالوا لك أنت أخوان فيه ناس قالوا لك حدث فيه ناس قالوا لك صف ثاني حدث فيه ناس قالوا لبرالي فيه ناس قالوا والله تبع أحمد الفهد فيه ناس قالوا لا هذه حدث يعني في النهاية ليس صف ثاني لا صف أول وتبع أحمد الفهد أهم أيضا يعني هذه تنافس هذه بضب أنت وين تشوف نفسك أنا أشوف نفسي عبد الكريم الكندري اللي حركني قناعاتي واحترامي للدستور وإني أنا أمثل اللي يابون المواطنين هذا أنا عبد الكريم الكندري وهذا المطلوب حقيقة يعني منك دكتور عبد الكريم الكندري وهذا ما نتمنى أيضا صلى ثبتنا إن شاء الله اللهم آمين جميعا من أجل هذا البلد يعني الكلمة الآن الأخيرة لك إذا حابت تقول شيء الكلمة الأخيرة أولا لأن موضوع الساعة تمنياتي إن شاء الله لمنتخب مصر للتوفيق وأنه يحصد الكاس تمنا لهم التوفيق وكلمة أخيرة للمواطنين العمل برلماني صعب ماهو سهل وعدناكم خلال حملة الانتخابية وأنا شخصيا بالتصدي لأربع ملفات الحمد لله استطعت أني أنا ألبيها موضوع مطالبة بلجنة لمراجعة القوانين السابقة قدر الله بأنها سقطت بالتصويت ولكني مستمر شخصيا بمراجعة القوانين السابقة وعدت بأني أنا أقدم اقتراح بقانون لحماية الرواتب ولله الحمد قدمته وأقرب اللجنة التشريعية وننتظر لجان المختصة وعدت بأنه يكون هناك تحرك وتبني لقانون انتخابي بمشاركة أخواني الزملاء النواب قدمنا كثير من الاقتراحات المتعلقة في نظام الانتخابي وقلنا لكم أننا سنتصدى لوثيقة الإصلاح الاقتصادي واليوم وزير المالية أعلن عن نسف وثيقة الإصلاح الاقتصادي وإعادة دراستها بشكل شامل يعني فيه أشياء تبشر بالخير بإذن الله مثل ما فيه أخبار عن حل بعد يعني أنا وجدت في المجلس لكي أعمل اللي بيهوش بحل بحل أو يبطل أو شيء البطلان في المحكمة والحل بيتصاحب السمو واللي يخاف بالحل لا يديش البرلمان نعم دكتور عبد الكريم الكندري شكرا لقبول الدعوة شكرا لصراحتك شكرا لشجاعتك شكرا لحضورك معنا اليوم شرفت عفوان الله يعطيك العافية شكرا لكم مشاهدينا أيضا على متابعة هذه الحلقة انتهى لقاء الرأي في أمان الله